ها كيفكم؟ يبتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج القوس راح احكي فيه عن مشاعر الحبيب نوية و الى ما ستقول علاقتكما راح احكي يعني على مشاعر الحبيب و مشاعرك بالمقابل كذلك يعني كل شي راح اعملو بالمقابل و راح احكي كذلك عن العذاب من برج القوس راح نشوف اذا فيش راح يأتي شخص جديد بحيي تكون او لا اوكي هدا كل شي و كما عودكن هذه القراءة تقبل ان تكون عكسية و اذا حسيتوا ان القراءة ما بتنطبق عليكم ممكن تشوفوا البرج الشمسي او القمري او الطالع يعني كل هذه الابرج ممكن تنطبق عليكم هذه القراءة و ما تنسوا تعملو لي لايك و سبسكريب لقناتي و تحطو لي كومنت و شكرا للكون و عم يطلع عندي يا برج القوس على انه ممكن انت نوي على سفره او يعني مبتعد عن شيء الامك شيء تعبت علي كتير و ممكن يكون مشروع يعني مشروع زاويج او للبعض انا عم شوف على انه في طلاق للبعض او انفصل يعني انتو حاليا منفصلين انا عم شوف في ابتعاد وهجرة او خسرة العلاقة ممكن للبعض كذلك اا يكون في امرأة اا برجة ناري هي اللي اا يعني خلتك تبتعد عن هذه العلاقة اوكي عم شوف كذلك انه طاقة الشريك حاليا اا ليست بالجيدة اذا ما عنده مثلا فقر مادة فهو يحيش فقر عاطفي ممكن يكون حتى عنده اا فقر بالمشاعر بالمادة بكل شيء عم يحس انه الحقيقة مقفلة ابويب عليه بحس انه اا في شح من كل شيء ايه بحس انه الابويب مسكرة هو مش شايف طريق اا للمستقبل حاليا هاي دي طاقته كتير مش عارف شو يعمل اذا كان بالوضع العملي اذا كان بحياته عامة عن هذا الشريك في كتير اشيء متعبته لهذا الشخص حتى ممكن حتى الوضع المادي انا عم شوف الوضع المادي اا يرحق حبيب برج القوس ممكن حتى موضوع الشراكات او موضوع الاستقرار يقرق حبيب برج القوس حتى ممكن حتى الموضوع العائلي ام شوف صراحة حبيب برج القوس عم يعاني بهذه الفترات كتير اما بمشاعرك انت يا برج القوس عم شوف مشاعرك حاليا فيها نوع من القوة ممكن من بعد الالم والجرح اللي حسيت فيها برج القوس صرت عم تغير طاقتك بدك يعني تغير طاقتك من هذه الاعلام اللي كنت تشعر فيها وبدك تبدأ بداية جديدة نحو القوة نحو انه تكون انسان جديد انه ما تستسلم للاشيء ممكن يا برج القوس على ما اظن بهذه القراءة انه كان في صراعات وفي خصامات انت والشريك ويعني انتهت هذه العلاقة بتاعت بعن بعض وانت حاليا عم تبحث عن القوة التي بداخلك بطرق يعني خاصة او بطرق اخرى ممكن تبحثها انه تتقوي او تبحث عن عمل ممكن بتشوف علاقات جديدة المهم انه تبدأ حياتي جديدة من غير هذا الانسان لانه كان حياتك كل هذا كمين عم شوف الشريك متعلق فيك بشدة ما كان هذا الانسان يعرف عن يعيش التوازن بالعلاقة كان انسان مفرد بالشيء اما يعني بيكون معك لدرجة كبيرة وبيعطيك وقت كتير كبير وبيحكي معك اليوم اما يبتعد ابتعاد كلي اوكي وهذا يصيبك انت بالحيران ما بتعرف اذا هذا الانسان بيحبني او لا يحبني كذلك عم شوف انه العلاقة ما كانت صحية كان فيها نوع من الشك في نوع من الغيرة في نوع من التعلق والبحث في الهاتف يعني علاقة غير صحية ابدا فيها نوع من الشك وفيها ممكن ممكن انت مرأة الرجل كان عم يراقبك من بعيد ممكن يسأل عنك ما كانت في ثقة بينتكن ما كانت العلاقة متوازنة ابدا وكان فيها نوع من الكلام التجريحي بينك وبينه ممكن حتى هو كان بيجرحك يا اصحاب يعني برج برج القوس عم شوف كذلك على انه الاشياء اللي ما بتحبها فيه اشياء اللي ما بتحبها فيه ويت كان يعني ممكن هذا الانسان لما بيحب بيحب غيري وبشدة وبصير شخص تملكي جدا انت ما بتحب فيها الشغلية وبتصير يعني لازم تحطه متل يعني متل الطفل صغير لازم تحرص على على الشيء انه انه ترضيه انه تكون معه طول الوقت انه تهتم فيه كتير وممكن انت هذا السبب جعلك ما بتحبها يعني كأنه انا بيحكي مع انسان كبير بالعمر شخص يعني اا عنده عقل مش طفل صغير اوكي كمان عم شوف حتى اا يعني انه فيه علاقات فيه فيه نوع من الخصامات بينك وبين هذا الانسان بس ممكن كانت الخصامات بينك وبينه بالرغم من انه تشتد تشتد الخصامات كنتو بترجعوا لبعض كنتو بتلاقوا حل بالرغم من كل هالخصامات بس انا عم شوف حاليا كأنو وصلت لمرحلة كل واحد بتاعد عن بعض اوكي ما صرتو يعني كأنو ما لقيتو حل لعلاقتكم اا وبتاعدتو عن بعض كذلك عم شوف على انة و ما بيحب فيك انة وenschaftل وبدك يا برج القوص انك تكتشف الحياة انه تعلم نفسك انه تطقف نفسك انه تشوف كتير اشياء انت انسان حر بتحب الحرية بتحب العلم بتحب السفر بتحب السفر اللي بيكون من وراء وتجربة اكتشاف لاشياء اخرى. انت بتحب هيك يا برج القوس. هو ما بيحب فيك هيك. ما بيحب فيك انه انت انسان حر انت انسان منطلق. هو شخص بده يتحكم فيك. ممكن هيدا سبب الخصامات. ما كان بيحب هالشغلة فيك ابدا. وممكن كنت يا برج القوس شخص عندك يعني عقلاني جدا في العلاقة. بيحس حالك انه هو طفل صغير. امامك. انت كتير ناضج. بتشوف الفكرة العامة. ما بتشوف التفاصيل البسيطة والاشياء التافهة بالحياة. وانت بتشوف الصورة الكبيرة. هو بيشوف الاشياء التافهة بالحياة. بس هو اشياء هيدا ما حبه فيك ابدا. كمان بيحب فيك على انه انت شخص شخص مفكر. بيحب فيك هالشغلة ما بيحب فيك اوكي. بيحب فيك على انه انسان عقلتك كبير لانه انت بتفهم هذا الانفصام اللي بعلاقته بشخصيته. وكذلك انت اوقات ما بتحب هالشخصية لانه انت شخص حر. ما بتحب التملك والسجن والغير والشك وهالاشياء. ام كمان انا بشوف على انه انت يا برج القوس بشوفك تنوي انت بيراسل هذا الشخص. بدك تحكي معانيتك من جوا. ام بدك ترجع العلاقة الى مكانات. بدك ام تعطي فرصة للعلاقة. بس لم ازا رجعته للعلاقة بدك انه تصلح كتير امور. انه تتحدسوا عن اشيء كانت ترهقك يا برج القوس قبل. وتحاولوا تصلحوها. كذلك عم شوف الشريك كذلك على انه بده صلحة انتوية. بده يقدم لك كاس الحب ويتقدم ام لايبادر بالصلحة. ام مستقبلي العلاقة عم شوفها جيد جدا. عم شوف على انه ممكن تكون صلحة اذا كنتم مفترقين. اما اذا كانت العلاقة فيها شوائب وكل واحد متخاصم مع بعض وفي نوع من المجاكرة انت والشريك. عم شوف انه الاوضاع ستتحسن الى احسن. وانا عم ضل شوف على انه في العلاقة فيها نوع من التشبت والتعلق في بعض. اه بالصراحة هذا الشخص اللي عم يعني اللي هو حبيبك شخص بهذه الطباعة شخص ام يعني انسان عنده يعني حب التعلق وحب التملك وحب الانانية هيك شخص هو. اما الطاقات اللي عم تطلع عندي يا برج القوس عم يطلع برج الاساد برج الجدي القوس والعذرة. حتى تدلوا عم شوفوا بهذه القراءة. اوكي? اما للناس العزيب اللي بيسألوا هل في قدوم شخص جديد بحياتهم. ام. ما عم شو صراحة بهذا الوقت في قدوم شخص. عم شوف في تذكر لشخص من الماضي. عم تتذكر اللحظات اللي كنت معه فيها. وعم شوف انه او ايه تجيك فراس او بتجيك افكار على انه بدتك صلحة مع هذا الشريك او تتغير الاوضاع. يعني تجي هيك معجزة من الله وترجع لهذا الشخص. ممكن تعمل تخاطر معه بالليل. ام بدتك ترسله رسائل حب. ام بدتك ترجع العلاقة الى ما كانت. بس اوقات بتذكر الالم او الجروح اللي سبب لك ايها هذا الشخص. اوكي. اه نصيحة الورق لالك. عم شوف على انه ام. اه سراحة بهذا الوقت. ما عم شوف فيه علاقة ولا اه يعني النصائح عم شوفه اكثر. تهتم بعملك. وتهتم بمظهرك اكثر. وحتى بكلمات مع الاشخاص. ممكن بهذا الوقت كأنه الورق بيقلك انه اه ممكن ازا اهتميت بشكلك او او بمظهرك او ممكن تجده باشخاص جدد بحياتك. اوكي? هذا الشي اللي بيطلع عندي يا برج القوس. بيقلك من الورق تستمتع بالحيات. ما تعلق نفسك بالصدمات طبع الحيات. انا الحيات كلها يطفية نوع من الهقم يعني نزلت والنجاحات اكيد. بس انت لازم تلاقي حل نفسك وتلاقي وتشوف الاشياء الايجابية في الحيات. لانه الحيات عم تنفي الاشياء الحلوة الاشياء الغير جيدة. بس نحنا كاشخاص نتفائل دائما بالحيات. نتفائل دائما بالخير. ام يعني دائما نشوف الحيات وردية بالرغم ممكن يكون فيه اشياء سلبية اوكي? رح حاول شوف نصائح لالك. بلك انه لازم تقويح عليك. بالرغم من اي ظرف في حياتك تعرضت له يا برج القوس لازم تقويح عليك وتكون قوي. وانه كل ما كنت قوي كل ما تغلبت على صعوبات الحيات. كمان هون بيقلك انه انه تكون مركز على اهدافك بالحيات. وعلى طريق لتصل الى اشياء يعني الاشياء التي تريدها بالحيات. وانه كل ما وصلت لشيء لازم تعمل اه مارك يعني اه سينياتور يعني امضاء الى اليك يعني تتش تبعك ما بعرف شو اه يعني الترجمة تبعها بس لازم تحت تحط بصمتك بالاشياء التي تضعوها بالحيات. ممكن ازاك انت بتشتغل شغل شغل لازم مثلا ام تعمله باتقان وتحط في بصمتك انت لانه كل واحد عنده شيء هيبه من الله. يعني كل ما ام كل ما عملت شيء لازم تعمل بصمتك حتى بالعلاقة لازم تحطه بصمتك يعني انا شخصيتي هيك. ام لانه الانسان ام دائما يعني بيعلم الشخص او طباع الشخص بالانسان زين الاخر. تلاقي مثلا شخصية منسيتها بحياتي لانه كانت شخصية لا تنتسى. في نوعات يعني مثلا شخصية عنيدة شخصية معطاقة شخصية بتذكورها بالخير. يعني لازم تحط بصمتك بالعلاقة او حتى بالشغل بالعمل بكل شيء اوكي. كمان هون بيقلك انه يعني ركز على ام تبعك يعني اهدافك السامية بالحقيقة. و ام وانه ام لازم الله سيجلب لك المساعدة اذا نظمت اه حياتك وكانت نشيط اوكي. هيدا كلية والكلام عشان تكون قوي. بالرغب من انه في علاقات فشلة تتعرض لها بالحياة. ممكن تكون في خصامات. ممكن يكون في هفوات بالحياة. لازم تشوف الاشياء بشكل ايجابية برج القوس. بتمنى انكم ما طولت عليكم. وشكرا اشتركوا في القناة.